وتشهد محافظة القنيطرة كما في كل عام بمثل هذا التوقيت موسم قطاف التين وخاصة في القطاع الشمالي إذ يعتبر من أهم المواسم الزراعية ومن أبرز المحاصيل التي يعتمد عليها الأهالي شجرة التين في القنيطرة قرينت الزيتون واللتان تتواجدان بكثرة في المنطقة فلما كانت بلدة حضر في محافظة القنيطرة خضراء لكثرة أشجارها كانت لشجرة التين مكانة كبيرة عند مزارع البلدة والذين ينشغلون كل عام وفي مثل هذه الأيام بالقطاف إذ يعيش المزارعون حالة من الترقب والقلق بعد تدني أسعاره ووجود إصابات في الموسم نتيجة الظروف الجوية وإصابته بالحشرات نحن حاليا في بلدة حضر تابعنا عملية قطاف التين أهم المشاكل اللي بيتعاني منها الأخير الفلاحين هي عملية التسويق طبعا بدل المسافة على مدينة دمشق طبعا يترتب عليه عباء مالية من خلال عملية النقل لاحظنا كمان من خلال الفنيين اللي كانوا موجودين من خلال دائرة الوقاية بمدنية الزراعة طبعا نحن بدائرة الإرشاد وجود بعض الإصابات الحشرية ونحن طبعا شفنا وقدمنا الأخير الفلاحين من خلال بعض النشاطات الإرشادية الأجراءات اللي ممكن يقوموا فيها للقضاء على هذه الحشرة وأيضا نصحنا بعملية قيام بعملية تسميد لهذه الأجر تعد مصدر دخل للكثيرين فهي موروثة للأبناء من آبائهم إلا أن هذا الموسم لم يحقق أمل المزارعين بتحسين سعر المبيع فالأسعار لا ترجع أتعاب ما أنفقه المزارع على الموسم من غلاء أسعار المبيدات الحشرية وغلاء حرافة الأرض وتأخر توزيع المازوط الزراعي وتوزيعه بكميات غير كافية وغيرها الكثير نحن مزارعين عندنا الأشجار المثمرة من توت من تين من تفاح من عنب من لوزيات من عاني من مشكلة التسويق عنا مشكلة بالتسويق عنا مشكلة بالمزوط الأليات عنا مشكلة بمزوط الزراعة مزوط الزراعة يعني بيعطونا ملترين على الدلوم عم نعاني من هذه المشكلة عم نعاني من غلاء حرافة الأرض بالجرارات من غلاء المزوط الحر أسعاره هلأ بالنسبة لتكلفته يعني ما أنا متناصفي يعني في عندك النقل على سوق الهيل كمزوط غالي أجار العمال غالي حتى البلاستيك الفلين غالي مقارنة لهي الفاكهة يعني مو ما أقول تشتري أنت كيلو البندولة بعشر تلاف وتبيع كيلو التين بعشر تلاف كثمرة يعني هذا ما أنا مناصفي موسم التين هذا العام جيد بشكل عام في بعض المشاكل مشاكل التسويق هي أهم مشكلة بعانوا منها الفلاحين يعني الفارق الأسعار بين بداية الموسم وبين هلق كثير كبير ففي استغلال الفلاحين بموضوع التسويق كبير جدا طبعا الفلاح صفع بيدارك هذا الموضوع بعملية التشفيف وحاليا العمل بشكل واسع جدا على عملية تشفيف التين للتسويق التين في هذه البلدة في قرية حضر له شهرة محلية ووطنية وعالمية لأن بما سمعنا بأنه يصدر عبر الرحلات الجوية إلى دول الخريج العربي وإلى بعض الدول الأجنبية مثل الدول الأوروبية يعتبر موسم التين من المواسم الهامة التي تشتهر بها بلدة حضر والقرى المجاورة منذ عقود ويعد واحدا من أبرز المحاصيل التي يقتات بها الأهالي وموسما اقتصاديا وفيرا آملين من الجهات المعنية الاهتمام أكثر وتقديم الدعم حتى يظل قادرين على الاستمرار بالزراعة مي أبو دقة لقناة سمى الفضائية القنيطرة